اشتركوا في القناة وقلنا في حلقة سابقة ان كلمة متعدد النقاط معنى كده ان فيه رشاش او حاقل لكل استوانة كنا توقفنا في الحلقة السابقة تحديدا عند نظام الالجوترونيك وشفنا مع بعض او عرفنا مع بعض ان نظام حقن الوقود اللي هو الالجوترونيك بيتكون من خمس مجموعات كان المجموعة الاولى اللي هي الخاصة بامداد المحرك بالوقود المجموعة التانية كانت عبارة عندي اللي هي مجموعة قياس الهوى المجموعة التالتة لها مجموعة الحساسات اولى مجموعة القياسات الرجبة على الاي المحرك بعد كده كان فيه عندي المجموعة الرابعة لها وحدة التحكم الالكترونية الوحدة الخامسة اللي هي كانت وحدة موأمة الاي الخليط اللي كانت بتكون من ثلاثة اجزاء له صمام بدل إدارة من على البارد وصمام الهوى الإضافي طبعا بالإضافة إلى اللي هو صمام أو مفتاح الزمن الحراري كنا توقفنا تحديدا في الحلقة السابقة عند المجموعة الأولى وقلنا أن المجموعة الأولى بتتكون من الأجزاء اللي كان الخزان بعد كده المضخة الكهربية وكان فيه بعد كده الفلتر وبعد كده كان فيه عبار عندي عن بوبة التوزيع اللي كان راكب عليها اللي هو منظم الضغط وبعد كده الرشاش أو اللي هو الحاكم تحديدا كنا فيه نهاية الحلقة السابقة كنا وصلنا للجزء أو بدأنا فيه الجزء الأول أو المجموعة الأولى اللي هو مضخط الوقود زي ما أعدتكم فيه الحلقة السابقة إن احنا إن شاء الله بإذن الله كل جزء بنتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله بنجيب له فيديو خاص به لتوضيح فكرة عمل هذا الجزء وكنا انتهينا فيه الحلقة السابقة عند الجزء الخاص بترمبة حقن الوقود وكنا شوفنا التركيب العام لها النهاردة إن شاء الله هنبدأ أفكرك سريعا بمضخط حقن الوقود وهارض لك فيديو بسيط جدا لأبيلك بفكرة عمل المضخة ومكانها فيه فعلا في الواقع الفعلي بالنسبة للسيارة يبقى إن شاء الله بإذن الله هنبدأ الحلقة بتاعتنا إن شاء الله بإذن الله على خير على الجزء الأول من المجموعة أو المجموعة الأولى في نظام الالجترونيك لها مجموعة إمداد المحرك بالوقود وتحديدا عند الجزء الخاص بمضخط حقن الوقود يبقى نيجي نشوف كده مع بعض عند مضخط الوقود احنا كنا الصورة دي كنا خدناها مع بعض أو شرحناها مع بعض في الحلقة السابقة ولكن تعال بقى نشوف الفيديو الخاص بيها ده شكل المضخة في الواقع عبل ما شغل الفيديو الشكلها فين؟ ده شكلها موجودة تاخل تانك الوقود ادي المحرك الكهربي زي ما قلت لك انها ايه كلمة مضخة كهربي او اطلق عليها مضخة كهربي النظر انها بتعمل عن طريق محرك كهربي بيستمد حركته طبعا بياخد طيار كهربي يديني حركة الحركة دي هي اللي بقودها بيشغل بيها المضخة ده شكل المضخة في الواقع اهو هردولك تاني وطبعا في الواقع هو بيبقى موجود فين؟ يعني لو انت جيت على الكنبة الخلفية في الصالون شلت المقعب بتاعها بتلاقي غطى الغطى ده بيبقى باربع مصامير بفك الاربع مصامير دول بلاقي قدامي على طول الهاوزنج او اللي هو الجسم الكامل للمضخة زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا طيب هنبدأ تلوقتي مع بعض في الجزء التاني اللي هو فلتر الوقود او اللي هو المرشحة طبعا ده الشكل العام بتاعي يعني لو شفنا مع بعض الاجزاء اول حاجة لهو غطاء الايه المرشح لهو رقم واحد رقم اتنين ده عبارة عندي عن حافة احكام لهو جزء رقم اتنين بعد كده في الجزء رقم تلاتة لهو جسم المرشح من الخارج فيه بعد كده اربعة عبارة عندي عن سدادة الجزء رقم خمسة ده عبارة عندي ضلع داعم يعني تقوية للجسم من الداخل فيه بعد كده ستة لهو عنصر ورقي لهو يعتبر عنصر الترشيح الترشيح هو 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 من الداخل بيبعبارة عندي عن ورق خاص بعملية الايه الترشيح فيه بعد كده جزء رقم سبع ده انبوب ورقي لهو الجسم الايه من عدو الترشيح من الايه الداخل ده مع بعض ده فيديو بسيط جدا بيوريني ده شكله كان في الواقع وده شكل الايه الفاعل بتاعه طبعا اي فلتر زي ما احنا شفنا بيبقى فيه دخول وخروج لو دخول الوقود وخروج الايه الوقود وبيبقى كمان الفلتر من الخارج بيبقى موجود عليه سهم للسهم ده على لازم لما اجي اعمل عملية الايه تغيير للفلتر براعي ده من خلال السهم ده لو دخول وخروج الايه الوقود عشان لو ركبته بطريقة اه مقلوبة ليه بالنسبة لي انا خليت انا المفروض مسلا السهم بيشير الى دخول الوقود وايه وخروجه لو انا عكست الفلتر بتاعي طبعا ده كده بيعمل ايه طبعا مشكلة انه او ممكن ما يخرجش وقود وساعتها بيبقى الغلط في حيث ان انا مع ايه مبصتش او مقاردش لايه الصيانة لايه الفاعلية بتاعته او الصيانة الصحيحة او للطريقة الصحيحة لتركيبه تمام طبعا الفلتر الوقود اللي بيستخدم هنا بيبقى الحجم طعا اكبر شوية من الحجم الفلتر بيبقى موجود فيه السرر التقليدية لها ذات الايه الكاربيراتير بعد كده في عندي منظم الوقود منظم الوقود انا هنا حططلك صورة الصورة دي عشان افكرك مكانه فيه من الايه دايرة امداد الايه الوقود يعني لو تفتكر احنا عدنا دايرة امداد الوقود لها الصورة الصغيرة خالص دي اللي جنبينا دي اكت عبارة بتدي من الخزان بعد كده المضخة اللي هنشوفناه مع بعض وبعد كده فلتر الوقود لسه يلينه بعد كده في عندي منظم الايه الوقود مكانه فين من الايه من مجموعة امداد المحارك بالوقود لو رقم خمسة لو دا تمام قبل ما نخش على المنظم ادي المنظم هو هنا ليه بقى صورة كبيرة ليه اهو بالتفصيل بتاعها ادي عبارة عندي ليه كم طرف المهمة جدا ان هي عشان افهم ليه كم طرف ليه تلات اطراف في طرف متصل بانبوبت التوزيع زي ما احنا شايفين تمام في طرف متصل براجع الوقود وفي عندي هنا انا عامله على لونين في عندي لو تلاحظ فيه لون فوق اصفر اللي هو فيه ضغط الايه الوقود وفيه لون واخد لون ازرق تحت اهو دا عبارة عن الطرف التالت دا متصل بيه مجمع الايه السحب طيب تعالي نخش بقى على منظم ضغط الوقود ونشوف الثلاث اطراف اللي احنا ايلنهم في عندي الطرف رقم واحد اهو ادي دخول الوقود طبعا دخول الوقود جاي منين الطرف دا لهو دا تمام لهو من انبوبة التوزيع في عندي الطرف رقم اتنين لهو ايه الانبوب دا لهو الراجع الى الخزان تمام طيب فيه طرف تالت لو الطرف التالت لهو رقم كام لو عندي هنا لهو رقم رقم سبعة لهو دا شايفينو يبقى دي الطلت اطراف لنا ايه بشير لهم في الرسم الصغير الرسمة دي تمام لطلت اطراف ادي دخول الوقود ادي الراجع وبالطرف التالت هنا دا متصل بيه اه انبوبة الايه السحب طيب منظم ضغط الوقود عبارة عندي عن ايه منظم ضغط الوقود عبارة عندي عن غلاف معدني زي ما احنا شايفين اهو يوجد هنا رداخ الرداخ دا آسم العلبة اللي عندي دي الى جزئين فيه جزء واخد اللون الاحمر اللي هو اللي فوق وده عبارة عندي دا فيه الوقود او ضغط الوقود اللي جاي من انبوبة الايه التوزيع وفيه عندي الجزء الاسفل ده عبارة عندي عن ايه والجزء دا متصل هنا بانبوبة الايه السحب أو لو مجمع الصحب اللي قسم المجمع أو منظم ضغط الوقود عبارة عندي عن رداخ اللي هو الرداخ ده اللي موجود في المنتصف فيه هنا في المنتصف وهو عبارة عندي أو في الرئي ده فيه عندي صمام اهو اللي احنا شايفين تمام؟ لو الصمام لأنا بشير ليه واخد نقطة اللي هو واخد عبارة عن ايه الدايرة السودة دي لأنا بشير ليها دي تمام؟ في الوضع العادي بلاحظ أن عندي أن الصمام بايت على القعدة بتاعته او الممر ده في الحالة دي بيبقى الصمام قافل ممر الرجوع الى رجوع الوقود طبعا رجوع الوقود الى الخزان لما ضغط الوقود بيزيد هنا ما بيحصل عندي خلخالة هنا متعرضة لفتحة التالتة مرادة لسحب المحرك بيحصل ان الرداخ ده بينزل الى اسفل وبالتالي عند الصمام ده بيبعد عن القعدة بتاعته فبيكشف فتحة الرجوع اللي هو ضغط الوقود الزائد عن حاجة المحرك تمام بيرجع مرة اخرى الى الى الخزان تمام طيب دي كده اللي هو منظم ضغط الوقود بيزا من خلال الرسمة حتى قدر اقول لنا منظم ضغط الوقود فيديته الحفاظ على ضغط ثابت للوقود اثناء تشغيل الى المحرك طيب تعالي نشوف كده مع بعض ادي فيديو بيوريني الى الشكل بتاعي ادي انبوبة الى التوزيع قلتلك في طرف طرف بتاعي بيوجد هنا اه الجزء الخاص بيوجد منظم ضغط الوقود لتلت اطراف زي ما انا شايفين هو هنا رسمه شكل مقلوب تمام يعني ايه بشكل مقلوب يعني انا هوقف الفيديو هنا ها وتيجي ايه نتكلم عليه ادي هو هنا ادي الشكل انا بتكلم عليه اهو ماشي كم طرف تلاتة ادي واحد ادي اتنين ادي ايه تلاتة طبعا اللي هو فيه ايه ده او ده كده عبارة عندي عن الطرف الراجع لأ مش طرف راجع بقى زي ما في الرسمة لأ ده كده عبارة عن طرف فين تمام ده اللي متصل بيه مجمع الايه السحب وعندي طرفين ادي الطرف ده اللي هو متصل بيه انبوبة الايه التوزيع تمام اللي هي الوغد اللون الاحمر ده كده وعندي الطرف التالت اللي هو ده اللي هو عبارة عندي الراجع مرة اخرى الى الايه الخزان طب تعالي نستكمل كده مع بعض الايه الفيديو ده مهم جدا ان احنا نفهم الجزء ده ليه ان عندي الجزء ده بالنسبة لي مهم جدا طبعا الجزء ده انا وراته لك بشكل فيديو علشان نعرف من خلاله اللي هو طريقة الايه العمل وشكله فين في الايه المنظومة طبعا ننتقل الى الجزء الايه اللي يعتبر الاخير شوية في مرحلة امداد المحرك بالايه الوقود احنا قلنا مرحلة امداد المحرك بالايه لقد تدي من أول الأيه الخزان بعد كده كان عندي المضخة المضخة الأيه الكهربية بعد كده كان في عندي الأيه المرشح وبعد كده كان في عندي مصطرة توزيع الوقود اللي كان في طرفها ليه هو منظم ضغط الوقود وتلك الفيديته أو الوظيفة بتاعته الحفاظ على ضغط السابط أثناء تشغيل الأيه المحرك بعد كده الوقود اللي خارج من المصطرة بيروح لي فين؟ تماماً بيروح لي الصمام اللي هو بسميه صمامات الحل أو اللي هو الثanız الرشاش ولكن خليني قبل ما خش لي نظرية عمل الرشاش في عندي لو تفتكروا التصنيفات اللي احنا قلناها في الحلقة السابقة وخلينيها مش هتكلم في التصنيفات بأنواحها كلها ولكن انا هتكلم على التطور الزمني أو التصنيف الزمني لأنظمة حقن الوقود لما اجا اقول أنظمة حقن الوقود أو بداية ظهور نظام حقن الوقود كان هو نظام ميكانيكي اللي هو الكي جوترونيك معنى كده أن الرشاش اللي كان مستخدم هو كان رشاش ميكانيكي يعني كلمة رشغيلية تشتغل بطيار كهربي ولكن هو كان نظام ميكانيكي خالص يعني على سبيل مثال ولكن طبعا نظرية هنا غير نظرية هنا خالص زي مثلا ما اقول ايه رشاش وقود الديزل في المحركات الديزل التقلي دي هو عبارة عن رشاش ميكانيكي بيفتع بضغط ايه الوقود نفس الحكاية برضو بالنسبة لأنظمة حقن الوقود اللي هي كانت ميكانيكية اولوة الكي جوترونيك كان هو عبارة عندي عن صمام ميكانيكي لما اجا اتكلم بقى على أنظمة حقن وقود الكترونية يبقى اذا اللي بقول الايه لو تفتكروا كنا عرضنا فيديو في الحلقة السابقة وكنا بنقول أن في مجموعة من الحساسات اللي رجب على المحرك بتدي معلومات عن حالة تشغيل المحرك هذه المعلومات بتروح للكنترولونة او وحدة التحكم وبناء على هذه المعلومات بتعرف الحالة التشغيلية للمحرك وهي بتتحكم في الايه الرشاش تمام يعني ايه كلمة تتحكم في الرشاش يعني بتتحكم في زمن وفتح وقفل الرشاش او لو بالتالي بتطبعا بتتحكم في كمية الوقود بما تنسب مع حالة تشغيل الايه المحرك ولو تفتكروا لما جينا نتكلم على كان في عندي بالنسبة للتصنيف أنظمة حقن الوقود كنا بنقول في رشاش لو زو نقطة واحدة ومتعدد الايه النقاط كان متعدد النقاط كان في تصنيف لو تفتكروا كان فيه لهو الحقن بالمجموعات والحقن المتزامن والحقن الدوري يعني كان الرشاشات بتعمل فترة او يعني بتشغلش بصورة مستمر وطبعا داكن تم دراسته في حلقات ايه سابق با اذا لما جيكتكلم على صمامات حقن الوقود خلينا نفتكر أن في عندي نوعين من أنواع الايه الصمامات الايه الصمامات الوقود او لو حواقن الوقود في عندي النوع الميكانيكي اللي هو كان بيستخدم مع عنظمة حقن الوقود الميكانيكية ليه زي مثل زي الكيه جيترونيك وفيه عنظمة او رشاش بيشتغل بالطيار الايه الكهرابي او بطيار طبعا الكهرابي هنا المقصود بيه اللي هو طيار التحكم اللي هيجيله من يبقى اذا لما اجي اقول نظام الال جيترونيك نظام الال جيترونيك في تعريفه او لما شفناه او العنوان اللي احنا شغالين فيه من خلال الحلقة السابقة ونستكمله مع بعض فيه هذه الحلقة اللي هو نظام حقن وقود الايه البنزيم الايكتروني متعدد النقاط الال جيترونيك لما اقول الايكتروني يبقى اذا الرشاش المستعددة هيكون رشاش ميكانيكي ولا رشاش كهرابي تمام هيبقى رشاش ايه كهرابي ولكن ممكن وانت مسلا بتدرس وده ما تعرضناش ليه اللي هو الصمام الايه الميكانيكي فاحنا هنقول اللي اتنين مع بعض يعني احنا هنقول فيه رشاش اه فيه رشاش ميكانيكي ده كان بيستخدم مع انظمة ميكانيكية وفيه عندي رشاش كهرابي ده بيستخدم مع الانظمة اللي هو الحاقن الذي يعمل بضغط الوقود اللي هو النوع ميكانيكي وقبال來說 هذا الحاقن يستخدم مع أنهي أنظمة مع أنظمة حقن الوقود الميكانيكية زي الK Giكر havoc وفي عندي أنظمة تانية أو رشاشة تانية أو الرشاشة الذي يعمل بإشارة كهربية الإشارة الكهربية اللي كاية من وده طبعا بيستخدم مع أنظمة حقن الوقود البنزيم الإلكترونية زي على سبيل المثال الذي نحن نعمل عليه او النظام اللي احنا شغالين عليه اللي هو الجترونيك. طيب. نيجي نشوف ادي شكل الايه الحاقن الذي يعمل بضغط الوقود. كلمة بضغط الوقود يعني اللي هو رشاش ميكانيكي. ما يعني هو عبارة عندي عن اجزاء ميكانيكية فقط لا غير. تمام? زي ما احنا شايفين ده ادي الوضع ايه? اللي هو الوضع عدم التشغيل. هو كل الحكاية. وادي عندي الوضع بيه في وضع الايه التشغيل. تمام? ده ادي الايه الرشاش الميكانيكي. وخلي بالك حتى في مجال سوء العمل ممكن الرشاش ده خلاص انقرد وليس يعني العرب والسيارات حتى الانستاذ من النظام اتحقن وقود الايه الميكانيكية وليلة جدا جدا موجودة منها في الايه سوء الايه العمل. تمام? والنظام ده يعني اشتغل على موديلات قديمة شوية. بعد كده في عندي اه هوريكي انا برضو اه في فيديو. الفيديو ده من خلاله هنقدر نشوف اللي هو ايه طريقة العمل بتاعته. ادي اللي هو الرشاش. حتى طريقة تسبيب بتاعته شبيهة جدا بالرشاش اللي هو اه زي الرشاش الديزل. ادي اللي هو اللي احنا شايفينه ده. ده عبارة عندي بيتم تسبيته هنا داخل طبعا اه مجمعات السحب وتحديدا خلف صمام الايه السحب. ادي الجزء اللي احنا كنا عرضناه مع بعض في الايه الصورة. الجزء ده اللي فوق ده ده عبارة عندي زي حاكم ليه. انه بيبقى راكب علشان ما يحصلش تسريب ليه اه سحب الايه المحرك. ادي الرشاش شكله في الواقع. انبوبة دي طبعا بتصل بانبوبة الايه توزيعها واليجابة الوقود. الجزء ده بيكون عبارة عندي زي كده يعني مانع تسريب. ادي عشان ما يسربش سحب المحرك. النقطتين دول هما كانوا بينين الرنج اللي هو كانوا عليه اللي هو اللون الاسود. بعد كده ادي نظام الفونية بتاعته. النظام الفونية بتاعته هناك بيشغل بضغط الوقود. ده عبارة عندي عن مصفة وقود. تمام? لما ضغط هنا الوقود بييجي بيأثر على الردات ده ده بيرفعه الفوق اولى الابرة. ماشي? بيرفع الفوق ضد ضغط الايه اللي ياي. فالصمام ده بيبعد عن الاعدة بتاعته. فبيحصل عملية تزرية الوقود. طبعا لما بينضغط يعني طبعا الرشاش ده حتى لما كان ده ضغط الحقن بتاعه. تمام? حتى النوع ده اللي هو بقول عليه آآ في التصنيف بتاعه كنت بساميه انظمة ميكانيكية ذات حقن مستمر. يعني الرشاش ده كان بيعمل ايه? كان بيدخ او بيبعمل عملية حقن الوقود طول فترة تشغيل بصفة مستمر. تمام? زي ما احنا شايفين انه كلهم كانوا بيشتغلوا او راجبين فين? راجبين ورا صمام الايه الصحب. تمام? نيجي بقى للنوع الذي يعمل بالاشارة القربية. ده الرشاش اللي موجود او بنشوفه كتير جدا في مجال سوق الايه العمل. وطبعا الرشاش هنا بيبقى رشاش قهربش. كلمة رشاش قهربي يبقى ازا في عندي هتلاقي فيه آآ حاكتين او فيه جزء اللي هو امداده بيه الوقود. ده اللي هو امداده بالوقود. والجزء ده اللي هو عبارة عندي عن الفيشة. اللي هو ايه اللي هي اللي بيجيب او بيجيله اشارة قهربية من او من وحدة الايه التحق. ولكن خلينا نخش كده نشوف مع بعض جزء جزء. عندي اول جزء اللي هو عبارة عندي عن الفونية. اهي. فيه بعد كده ابرة الرشاش. اللي هو الجزء ده. فيه تلاتة ده عبارة عندي عن عدو الانتاج. هنشوف يعني ايه الكلام ده. فيه عندي اربعة عبارة عندي عن ياي. فيه جزء رقم خمسة ده عبارة عندي عن ملف كهرابي في الجزء رقم ستة ده عبارة عندي عن مدخل كهرابي لو بيجيب اشارة كهربية من خلال وحدة التحكم وعبارة عندي عن المرشح خلينا هنا احنا مش هنشرح نظرية العمل على هذه الرسمة ولكن انا هجيب لك نظرية العمل على فيديو الفيديو ده جميل جدا 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 بيوريني التركيب الداخلي بالاضافة طبعا من خلاله هنبدأ نحنا نشرح الجزء ده من الداخل ادي شكل الصمام من الخارج طبعا عندي هنا بيوريني الشكل بتاعه طبعا في عندي مدخلين ادي المدخل ده ومدخل الوقود وده الفيشة اكن اعمل قطاع ادي شكله من الداخل فاضي خالص هنشوف الحاجات دي هيركف فيها ايه تمام ادي ايه الفونية لو تلاحظ بقى بص هنا الفونية الفونية هي او الابرة هنا بايتها على الاية المقعب بتاعها وهنا في عبارة عندي عن اياج وده طبعا امداد المحرك بالوقود لما ضغط الوقود بيزيد هنا في المنطقة دي بهم رافع الابرة دي لفوق ضد ضغط الياي فيتم عملية تزرية للوقود ده كده يعتبر ميكانيكي لا انا مش عاوزه يشتغل ميكانيكي مش عاوزه يشتغل بضغط الوقود انا عاوزه يشتغل بطيار كهربشي تمام طيب نيجي نشوف ده كده جزء الميكانيكي اللي موجود في الايه الرشاشة هو هنا بيوريني ادي الاجزاء الميكانيكية اللي هي ايه ادي الميكانيكية. طيب. احنا كنا شوفنا في الرسمة في حاجة اسمها ملف كهربي. ادي الملف. تمام? ادي الملف ايه الكهربي? واحنا عارفين ان من ايه خاصية الطيار الكهربي? ان لو مش طيار الكهربي فيه ملف فبيعمل مجال مع مطيسي. تمام? طيب. نيجي نشوف الملف ده هيحطه فين جهو الرشاش? اه بص حطه فين? يبقى ادي الايه? ادي الطرفين هم? ادي الطرفين? ادي الطرف امداد المحرك بيه الوقود. والطرف ده لو فيه طيار كهربي. الفكرة كلها ان انا لو مررت طيار كهربي فيه الملف. فيعمل جذب للابرة الاعلى. يبقى الابرة دي هتتحرك لاعلى والى اسفل بناء اعلى. ايه? قوة الجذب الممتصية. ولياي هنا بقى ايه? ايه? بقى ايه ارجاع. يعني مسلا عشان اللي ايه? دي بتطلع لفوق ضد ضغط الايه? بتطلع بفوق بفعل المجال المواطس اللي بيحصل فيه الملف. عند قطع طيار كهربي عن ايه الملف? فانا عاوز انا انزل الابرة في مكانها بسرعة لو عن طريق فرد ايه الياش. تمام? يبقى ازا انا قدر اقول لما بيجي طيار كهربي فيه الملف بيعمل المجال المواطسي بيسعب ايه? الابرة دي الى اعلى. بيتم بتزريط الوقود زى ما احنا شايفين. عند قطع طيار كهربي عن الملف فالياي بيرجع الابرة تاني على معادة فبيتم قطع ايه الوقود. تمام? طيب. نيجي بقى نخش على المجموعة التانية. لو تفتكروا احنا قلنا قبل ما نخش بقى على الجزء ده. كنا قلنا ان عندي مجموعة امداد الايه المحرك في انزمة في ال ال جترونيك كان خمس مجموعة. اول حاجة مجموعة كنا شفناها مع بعض دي مجموعة امداد المحرك بيه الوقود. لها كان بتتجي من اول الخزان. تمام? بعد كده المضخة. مضخة كربية شفناها مع بعض ودرسناه مع بعض. بعد كده كان الفلتر درسناه مع بعض. بعد كده كان في عندي اللي هو صمامات حقن الوقود. قلت لك في عندي النوع الميكانيكي وعند النوع الكهرابي اللي احنا درسناهم مع بعض. دي كده اول مجموعة. تاني مجموعة اللي هي كانت مجموعة قياس الهواء. وده قلت لك ان تم دراسيتها على مدار حلقات ايه سابقة. كنا خدنا ايه انواع جزة ايه او طرق قياس كميات ايه الهواء. ايضا كنا اتكلمنا على مجموعة من الحساسات. وكنا الحساسات دي كنا شفناها او درسناها ايضا في حلقات سابقة. لو تتكروا مسلا عندي حساس لمضة لو حساس مع ايه معامل الهواء الايه الزايد. اه كنا درسنا مع بعض حساس سرعة المحرك. حساس درجة حرط المحرك. وما الى هذه الايه مجموعة الحساسات اللي احنا كنا شفناها او درسناها مع بعض قبل كده. نيجي كده يبقى كده كان مجموعة كده تلات ما جميع. تمام? بعد كده كان في عندي مجموعة التحكم او مجموعة الرابعة. ايه ايه وحدة التحكم الاليوترونية. كنا ايضا تم الاشارة لها في حلقات سابقة. الجزء اللي كان وخمسة بقى لوها الجزء المهم اللي هي مجموعة الايه المو��مى. يعنى عندي مجموعة الكياس الايه اللي هو تم دراستها في حلقات ايه سابقة. هنا عندي مجموعة الايه الكياسات ايضا تم دراستها في حلقات ايه سابقة. يعني متفرقة وبعد كده كان في عندي مجموعة ايه المجموعة الخاصة بوحدة التحكم الالكترونية ايضا تم درستها في عندي الجزء بقى الخامس لو اهنا نتكلم عليه تلوقتي للمجموعة موأمة الخليط طيب قلنا قبل كده مجموعة موأمة الخليط تتكون من ثلاثة اجزاء مهمة جدا اللي هو رشاش بيد الادارة او صمام بيد الادارة من على ال ايه البارد وبعد كده في عندي صمام الهوى الاضافي طبعا بالاضافة الى مفتاح الزمن ال ايه الحراري المجموعة دي ان شاء الله بإذن الله لها نبدأ بها الحلقة اللي القادمة ولكن انا حبيت ادي فكرة عنها علشان اربط ما بينها وما بين اللي هو العنوان الكبير اللي احنا شغالين تحته اللي هو نظام الجترونية بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وعلى امل لقاء جديد القاكم فيه اترككم في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة